هخش معاك على طول في مقارنة مهمة جدا أنا ما بحبش هذه المقارنات ولكن عماد بن حاسي اشتغل مع مانويل جوزي كمدير فني يعني هو كمدير فني دلوقتي بتشوف كولر لأن الناس كتيرة جدا بتحاول أن تقارم ما بين كولر اللي حقود رأيك فيه الأول وبعد كده الفارق أو إيه اللي انت شايفه ما بين كولر وما بين مانويل جوزي خلينا نقول إحنا يعني مسترمنون إحنا عشان يتعملنا معاه وإحنا قريبين منه وكنا شايفين كل حاجة يعني ما كانش في حياة مستخبية وكان كلام واضح وصريح وعلاقته باللعيبة كانت عاملة إزاي وفي الوقت ده بفضل ربنا إحنا بداية من 2004 لقات لما المشوار كمل تقريبا هنقول جيلي يعني انت بتقعد عشر سنين من 2004 إلى 2014 في ناس كملت لـ 13 وفي ناس زينة بدري آه يعني آه 8-9 بدأت الأمور تتحرج آه أنا شايف أنه وجه المقارنة النهاردة لأ لسه بدري أن يكون في مقارنة مبدئيا مسترمنون موضوع مختلف من أول يوم كان ليه تجربة مع النادي بعدين مشي بعدين لما رجع تاني بعدين مع تواجد اللعيبة اختلاف العناصر الاشتغل معهم الفترة الأولى غير العناصر الاشتغل معها الفترة التانية فترة النجاح بداية من موسم 2004 إلى 2005 آه بإضافة عماد النحاس، اسلام الشاطر، محمد البركات، وجود أبو تريكا من أول السنة من واحد واحد وجود حسن مصطفى ورامي عادل لكن شاوي برضو كان موجود برضو كان أبلاهم بموسم من أبلاهم بموسم تصعيد حسام عشور وعمد متعب وجود في لافيو تاني موسم لأ التركيبة دي كانت الناس بتشوف إزاي مسترمنون مسيطر على كمية النجوم اللي موجودة في الفترة كل واحد في مكانه كان يقدر لوحده في فترة يقدر يشيل فترة كان يقدر كل لعيب لوحده تعمل عليه فترة أو تبني عليه مشروع يعني فما بالك كل دول كانوا موجودين في وقت واحد دي كانت أصعب حية بالنسبة لمسترمنون أنا أشوف النهاردة أن الظروف شوية مختلفة الأجيال برضو مختلفة كولر البداية بتاع مسترمنون الموسم اللي فات موسم ناجح بكل طبعا المقييز الأربع بطولات أو الخمس بطولات اللي انت شاركت فيهم فأنت أخدت الخمس بطولات والناس بتقرر ما بين 2022 وما بين موسم 2005 2004 2005 لا 5-6 كمان موسم 2005 لكن احنا كمان عملنا الإنجاز الأكبر أن انت 6-7 عملت نفس الإنجاز تاني وكررت الفوز بالخمس بطولات مرة تانية المقارنة النهاردة برضو عيد تاني إنه لسه شوية على المقارنات كولر ليه تفكيره ليه سياستهم على اللعيبة تدور اللعيبة الروتيشن اللي بيحصل الاعتماد مش على التشكيلة اللي موجودة لا اللي بيتمرن كويس بيعمل اللعيبة في اللعب كلهم شبيه لبعض شوفنا تغييرات كتير حتى الظروف اللي تحط فيها في الغيابات تتعامل مع المواقف الصعبة بشكل كويس جدا كان فيه محطتين يمكن ده نتناقشتا وانت فيه مابل كده في مكالمة أو في مداخلة حاجات تحول دايما الكرة هي كده فيها نقطة دايما تتحول لإما للأفضل لإما ممكن تتحولك للأوحش خسارة سانداونز كانت ممكن تتحولك للأوحش جدا أنا بقول إن دي نقطة تحول للجهاز الفني شبهها أعتقد أعمد قبل ما نكمل كلامنا بمطش نجم السحيل أو خسارتنا في الموران 2007 كان عندك بطلتين وكنت عايز تاخد التالت وكان دخلنا برضو في نقاشات كتير ويمكن عدنا على الكلام ده أدي وقت كتير لكن اتظلمنا في المطشين اتظلمنا في الزهاب وفي العودة وهنا برضو نفس الكلام لو كان لنا ضرب الجزاء وإنزار وهنا برضو ليك ضرب الجزاء ما تتحسيبش وحال الطارد بعد شديد الظروف بتاعت المكسب والخسارة كانت موجودة لكن الأهداف كانت مختلفة أن أنت تفوز بالبطولة للموسم الثلاثة على التوالي لكن رجعنا تاني تاني سنة خدنا البطولة 2008 هنا أنت المركب بتاعك كان خلاص مشي وكنت أنت بتدور مين اللي يقدر ينفسك يعني أنت اللي بتدور هو مين اللي يقدر في الوقت الحالي يقدر ينفسك أنت في أفريقيا أنت المسيطر في الدور هنا كنا بفضل ربنا احنا المسيطرين مش همشهول الخمس سنين اللي احنا كنا موجودين فيها لا ده سبع عشر سنين تقريبا تقريبا كل حاجة من أربعة لأربعة عشر عشان كده بقولك هي عشر سنين فالموضوع لا مختلف السنة دي هنرجع بس نقطة صغيرة لابل كولر اللي الفترة بتاعت المسيطرين بطولتين أفريقيا بتخسر بطولتين دول وانت عارف يا سلام ده أمر طبيعي جوه النادي الاهل ان انت حاستاخد كل البطولات مفيش حاجة بتغطي على حاجة يعني مفيش تقول انا خدت دوري فمش مشكلة أفريقيا ولا انا خدت أفريقيا فمش مشكلة دوري لا انت عايز تاخد دوري وهو راجل بقول الكلام ده دلوقتي بقول لنا بستغرب الاول كان بالنسبة له يعني احنا لسه واخدين بطولة ممكن هقول بقى هنا ثقافة ثقافة مدرب عن مدرب يعني ممكن كان مسماني اه راجل عمل إضافة وفي تاريخ النادي الأهلي ومدرب محترم جدا وكان ما كانش في حد يفكر ان ممكن مدرب من قارة أفريقيا يبه هو اللي اللي موجود في النادي الأهلي لكن عمل نجاحات في عشرين عشرين وعشرين واحد وعشرين اثنين بطولة أفريقيا اثنين ثالث عالم كان اضافة برضو للنادي الأهلي لكن مهنول لنا ممكن شوية الثقافات تختلف وكمان الطموح للأفضل ممكن يكون هنا شوية مختلف ان كولر ممكن حسب الجمهور أكتر عايزيه او فهم النادي بدري هو النادي عايزيه لا النادي عايز يطلع من بطولة عشان ااخد بطولة مش عايز ياخد بطولة وبعدين يخش فترة راحة لا انا اخد بطول kapieren ايه ايه لي جاي انا النهاردة الدوري انتهى عندي كاس يبه انا هفكر في الكاس عندي أفريقيا انا هفكر في أفريقيا زيما انت اكيد هنتكلم على بداية الدوري والنهاردة انت ازاي بتفكر بعد الموسم ده من اول بطولة هتشارك فيها كمان تقريبا ثلاثة أسابيع فانت بتكلم خلاص الموسم بالنسبة لك انت لسه بتحتفل من يومين بإنجاز الموسم اللي فات وبعد 15-20 يوم هتلاكت نفسك داخل في بطولة جيدة فهو ده النادي الأهلي وهو ده قدر النادي الأهلي وهو ده الضغط اللي موجود على النادي الأهلي وهي ده التحديات اللي موجودة على النادي الأهلي اللي بيقدر كل مرة انه يقدر ينجح في التحديات اللي هو بتحط فيها فدي برضو اختلاف ان الرايد يفهم الكلام ده من بدري ويشتغل على الكلام ده من بدري كل اللي واحد يتمنى ان انت في الفترة اللي جاية تحافظ على نفس التفكير نفس الرغبة والحماس والطموح ان انت عايز تكرر نفس الانجاز اللي حصل السنة دي